له سيادة وله قرار عليهم كلهم وكلمته تمشي علي الجميع صبري نخنوخ الآن تحت إيده ثروة نقدر نقول كده ثروة مصر كلها تحت إيده ده صبري نخنوخ قاعد قدام منه رزم رزم كلمة السرق والشفرة لكل الأعمال القذرة بيقف مع الغلابة بستغيث بيك يا رب حد يوريك الفيديو ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمم تقاس دائما بمستوى العلم بمستوى الدين والقيم والأخلاق إذا أردت أن تقيم دولة أو أمة فانظر إلى الوجهاء أو إلى المتصدرين والمتحكمين في خيراتها وفي أموالها نحن اليوم مع حضراتكم بنتكلم عن مصر مصر طبعا مما لا شك فيه دولة عظيمة وعريقة في التاريخ ودولة قوية وكبيرة شاء من شاء وأبى من أبى مصر دولة عظيمة جدا بشعبها بحب شعبها لربهم سبحانه وتعالى دولة مسلمة بتمثل قلب العالم الإسلامي لما نيجي دلوقتي نشوف مين المتصدر للرأي والقرار فيها لنعرف هل مصر الآن ما بعد الإنقلاب العسكري 2013 هي نفس مصر التي نعرفها والتي نسأل الله تعالى أن تكون أو أن تعود كما كانت مين المتصدر للقرار فيها الآن نحن النهاردة نتكلم عن واحد يمثل المنظومة الحاكمة السيادية في مصر بس الواحد ده لهو رتبة عسكرية ولهو رتبة بوليسية شراطية ولهو حتى رجل سياسي متحدث ولهو شيخ داعية من شيوخ السلطان ولهو حتى وزير لكنه أعلى من هؤلاء جميعا له سيادة ولهو قرار عليهم كلهم وكلمته تمشي على الجميع بنتكلم عن كائن بيتحكم حرفيا بيتحكم في مصر وبيتحكم في قراراتها السيادية وهو أداة من الأدوات الباطشة اللي هي خارج النظم الرسمية إنه صبري نخنوخ مين صبري نخنوخ وقيق السطر وهل يترى هو مستاهل المقدمة دي كلها وهل يترى الموضوع مستاهل إن احنا نعمل عنه فيديو طبعا الإجابة على الأسئلة دي كلها أنتوا نفسكم اللي هتجاوبوا عليها لما اتتبعوا معايا هذا الفيديو إلى النهاية صبري نخنوخ الآن تحت إيده ثروة نقدر نقول كده ثروة مصر كلها تحت إيده ولا أبالغ والله بصدق لأنه أداة باطشة من أدوات النظام العسكري في مصر في الوقت اللي الشعب المصري الحر للأبي مش لائل لضة الناس بتشتكي من ارتفاع الأسعار والمرتبات التي تكاد تكون معدومة ما بتكفيش إلا خمسة أيام ولا عشر قيام بالعافية ويبقى المواطن المصري محتاجي يشتغل وظيفة واثنين وثلاثة والناس مش لائية في ذات الوقت اللي صبري نخنوخ بيصهر كل يوم في الكباليهات وبيرمي على الراقصين والراقصات أموال بلا حسيب ولا رقيب أموال بالعزم زي ما هنشوف كده ده صبري نخنوخ قاعد قدام منه رزم الناس بتقول في التعليقات أنه حاطت قدام منه البنك الملكزي يعني صروة مصر كلها وواضح طبعا من الفيديو أنه هو كبريء أو صهرة من الصهرات يعني دي ليلة من ضمن الليالي اللي بيقضيها كل يوم صبري نخنوخ وبيرمي الفلوس دي على الأرض المشهد مستفز إلى أبعد درجة لكن بس أنا بقول لحضراتكم شوفوا إحنا مين اللي بيحكمنا ومين اللي بيتحكم في الخيرات اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبنا إياها إنهم هؤلاء السفهاء فمن هو إذن صبري نخنوخ؟ هو صبري حلمي حنى نخنوخ وخد لبال سعدتك يعني مسيحي يعني فاكرين لما كنا بنتكلم عن تحكم وسيطرة الكنيسة المصرية على صنع القرار في مصر بل وعلى الخيرات وعلى أوقاف المسلمين دا الموضوع مش بس كده دا كمان صبري نخنوخ ورجالته مسيطرين على الدولة العميقة كلها صبري حلمي حنى نخنوخ مواليد 1963 اتولد في بلاء أبوه كان تاج الخردة في السبتية كبر صبري اشتغل مع أخواته سامي وسعيد في الخردة لكن موضوع الخردة دا ما كانش جايب همه بدأ يشتغل صبري في تجارة السلاح شوية شوية كان عندهم بيت في بلاء خمس دوار خدوا صبري وبقى بيدرب فيه البلطجية على السلاح شوية شوية بقى صبري نخنوخ ورجالته وسلاحه بيشتغلوا بودي جارد أو الحراسة الخاصة للراقصات في شارع الهرم ولبعض الكمبارس والمغنيين وكذا وبقوا بيستخدموا في الأعمال القذرة أي حد عايز يعمل أي حاجة كده بيجيب صبري نخنوخ ورجالته شوية شوية بقى له صيط وكبر لحد ما وصل لمين وزير الداخلية وقتها حبيب العدلي حبيب العدلي كان عايز هو كمان بيحب يعمل الأعمال القذرة بس من غير ما يلوس إيديه عايز يعملها كده وهو إيده مضيفة فكان يجيب بقى البلطجية دول فجاب صبري نخنوخ وكان فيه انتخابات وقتها وكان فيه لواء اسمه بادر القاضي اللواء بادر القاضي ده كان أستاذ حبيب العدلي وكان داخل في انتخابات أمام رجل أعمال تجل سيارات هو وحبيب العدلي قال لصبري نخنوخ أنا عايز اللواء بادر القاضي هو اللي ينجح في الانتخابات فعايزك تتصرف بأي طريقة وتخفي المرشح التاني على أساس يعني أنه هو يأخره أو يعطل الناس أنه تروح تنتخبه لا صبري نخنوخ خدر رجل خطفه وأخفاه لمدة اسبوع لحد ما خلصت الانتخابات وتم تستيف الأوراق لصالح بادر القاضي اللي هو حبيب حبيب العدلي بقى بالنسبة صبري نخنوخ لحبيب العدلي هو كلمة السر والشفرة لكل الأعمال القادرة يعني لما قامت صورة يناير يعني موقعة الجمل يعني كل الأحداث اللي حصلت بعد صورة يناير اللي كانوا بيسموهم المواطنين الشرفاء كان بيتزعمهم جميعا صبري نخنوخ بحماية حبيب العدلي لما نجحت صورة يناير الشرطة المصرية بدأت تسترد قوتها وعافيتها مرة أخرى فتم إلقاء القبض على صبري نخنوخ وعنده بقى إيه؟ ما لا يعده ولا يحصى من السلاح والزخيرة والمخدرات المهم أنه تحكم عليه بالمؤبد الكلام ده فين؟ في 2012 واللي كان شاهد عليه أنه كان بيتزعم أحداث موقعة الجمل كان الدكتور محمد البلتاجي فك الله أسره ووقف الدكتور البلتاجي شاهد على صبري نخنوخ في المحكمة أنه كان بيتزعم البلتاجية بتوع موقعة الجمل وقتلوا الثوار في موقعة الجمل اتحكم على صبري نخنوخ بالمؤبد والمؤبد ده يعني 25 سنة صبري نخنوخ ما قداش من المدة دي إلا سنتين بس لأنه بعد الانقلاب العسكري وأول قرار في أول عفو رئاسي أصدره السيسي كان قرار مخصوص لصبري نخنوخ أنه يطلع من السجن وبالفعل طلع صبري نخنوخ من السجن معزز مكرم مكرم من الجيش يعني ومعزز من السيسي ومش يرجع بقى المكانه تاني بلتاجي في شارع الهرم لأ ده رجع وبقى رئيس مجلس إدارة أكبر شركة حراسات خاصة في مصر يعني بقى السلاح معاه برخصة يعني محدش يقدر يقول له كلمة وبقى مشغل عنده في الشركة دي لواءات وزباط كمان ده مين؟ ده صبري نخنوخ اللي هو أصبح دلوقتي بيتحكم في القرار في مصر وبتليفون واحد يكلم أدخن وزير طبعا ما فيش أدخن من صبر يعني وأصلا تخين كمان يكلم أدخن وزير لدرجة أن المواطنين والناس بقوا بيستغيثوا بصابري نخنوخ عشان يحللهم مشاكلهم زي ما هنشوف كده بيقف مع الغلابة باستغيث بيك يا رب حد يوريك الفيديو ده وتشوف أنا جرالي إيه يا رب يا معلم صبري تشوف الفيديو ده ويكون ربنا يجعلك ليه سند أنا عرف أني أنت نصير الغلابة ربنا يجعلك ليه سند وتشوف الفيديو دي واحدة بتستغيث بصابري نخنوخ عشان يجب لها حقها مواطنة مصرية بدل ما تستغيث وتروح تمشي في الإجراءات القانونية عشان تنتزع أو تاخد حقها كمواطنة ده بتنادي صبري نخنوخ واضح أن الموضوع بقى خلاص عادي جدا يعني تعالوا نشوف واحد تاني أرجو أنك تعرفني أتصل بك إزاي أو تليفونك كامل ألاف مشكلة تدع صابة النائب العام ورئيس الدولة وكل القانون ما عملوا ليش حاجة والناس كلها قالت لي المعلم صابري نخنوخ يخلصها لك طالما ما فيش قانون في مصر المعلم صابري نخنوخ بيخلص كل حاجة المعلم صابري نخنوخ بيخلص كل حاجة عايز عندك مشكلة كلم صابري نخنوخ يحلها لك إحنا ما بقيناش في دولة إحنا بقينا في عصابة بتملك دولة عصابة طلع لها دولة صابري نخنوخ لو ما كانش مسيحي ما كانش هيحظى بكل هذه القوة صبري نخنوخ دلوقتي وتحت مرأة ومسمع وبرخصة رسمية بيملك شركة فيها ما لا يقل عن 400 ألف بلطجي على مستوى الجمهورية ومرخص ليهم بالسلاح يا ترى السلاح ده بقى هيستخدموه ضد مين ضد مين ضد الجيش لا طبعا طب ضد إسرائيل مستحيل ومرضد مين اظن انتو عارفين كويس شفتوا بقى مين اللي بيتحكم في مصر احنا بقينا والله العظيم اضحوكة العالم لما يبقى واحد تافه زي صبري نخنوخ هو يستغيث الناس به وبيتحكم في خيرات مصر ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إن هذه مقدمات هلاك الدول قال ربنا سبحانه وتعالى وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمَّ مَوْعِلًا وقال سبحانه وَإِذَا أَرَدِنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرِيَّةً أَمَرْنَا مُتْرَ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَبْمِيرًا لَكِ اللَّهُ يا مصر اللهم احفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين من بلطقة البلطقية دول ومن غدر الغادرين ومن العصابة السارقين وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله أن يعمل وكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته